كما سجل سيغموند فرويد أبو التحليل النفسي يقول تلقت الإنسانية ضربتين قاسيتين في العصر الحديث من مطلعه إلى تقريباً دارون إلى عهد دارون ضربتين قاسيتين كانت الضربة الأولى يقول سيغموند فرويد طبعاً هذا المعنى ستجدون مئات من مفكرين ومؤرخي الأفكار والفلاسفة عبروا عنه كلهم بعبارته لكن المعنى ذاته وفرويد على كل حال مسبوق إليهم الضربة الأولى التي وجهها البولندي نيكولاس كوبرنيكوس إلى الإنسانية حين زحزحها عن مركز الكون كان يعتقد قبل ذلك لمدة ألف عام وتزيد وفقاً للنظام البطلمي المنسوب إلى بطليموس الإسكندراني وهو النظام الذي يستند إلى نظرية أو نموذج المودلياني نموذج مركزية الأرض جيوسنتريك موديل الأرض مركز الكون والإنسان مركز الأرض فالإنسان مركز الكون مركز العالم هو الخليقة الأهم على الإطلاق هذا بلا شك يغذي نرجسية الإنسان حب الإنسان لنفسه ثقة الإنسان بموقعه بحيثيته الكونية كوبرنيكوس سدى الضربة موجعة وطبعاً بعد ذلك قال ليو وعلم الفلك الحديث عموماً يقول سيغماند فرويد تبين بعد ذلك أن الأرض ليست سوى كوكب بسيط في مجموعة شمسية في طرف مجرة لا يدرى موقعها من الكون هذه المجرة هي بحذتها حبة رمل في هذا الكون به مئات مليارات المجرات وكل مجرة بها مئات مليارات النجوم شيء عجيب هذه صورة الكون الآن هذه صورة الكون الآن في الكوزمولوجيا الحديثة ضربة موجعة جداً للإنسان لست إذن مركز الكون هذا ليه هم هنا لسنا الآن نتحدث عنه كوبرنيكوس وأشيائي قالوا الضربة الثانية وليم يذكر دارون بالإسم لكن واضح جداً حين سددت يقول لفرويد الأبحاث البيولوجية الضربة ربما الأكثر وجعاً للإنسان حين أخبرته أو أوقفته على حقيقة أنه لا يزيد عن كونه حيواناً في سلسلة تطور حيوانية يختلف فقط بالدرجة لا بالنوع أنت أرقم الحيوانات درجة ليس نوعاً من حيث النوع نفس الشيء آباؤك الأولون حيوانات هم آباء مشتركون لك ولحيوانات أخرى منها القرود والقرود العليا المسمى الآن بالقرود الأفريقية الأفريقية ضربة موجعة جداً لإنرجسية الإنسان هذا ما فعله تشارلس داروين هذه نظرية التطور أفهمتنا أننا سلالة حيوانات نحن مشتلون من حيوانات ليس أكثر من هذا نحن والشمبانزي والبنوبو وبعدين الغوريلا ورنغوتان هذه القردة الأفريقية أربعة هي القردة الأفريقية نحن كوزينز أولاد عمومة لسنا إخوة لسنا إخوة أكيد بلا شك ولكن أولاد عمومة لأن جدنا جد واحد مشترك common ancestor common origin أصل مشترك جد مشترك سلف مشترك هذا هو الجد تفرع منه برانش أو فرع وتفرع فرع آخر هذا الفرع مثلاً انتهى بالشمبانزي بالشمب وهذا الفرع انتهى بالإنسان فنحن أولاد عمومة الشمبانزي ابن عم منا يشابهنا شبهاً غريباً جداً ولافتاً في جهازه الهيكلي جهازه العضلي جهازه العصبي في كيمياء الدم عنده حتى في التصرف في أشياء كثيرة جداً وطبعاً على مستوى الجينوم زواء 99% من جنوم الشمبانزي يطابق جنوم الإنسان حوالي 99% هو الأقرب إلينا على الإطلاق شيء حجيب هذا بلا شك عالم الإنسان ألماً كبيراً طيب إخواني وخواتي إذا كان هذا هو شأن هذه النظرية ومع ذلك هذا هو مكانها أو هذه هي مكانتها لدى العلماء لدى المؤسسة العلمية حول العالم لا أحياء بلا تطور نظرية علمية محترمة جداً عشرات ألوف العلماء معظم علماء الأحياء حول العالم على الإطلاق يعيدونها تأييداً ساحقاً وكما قلت لكم بن قوسين تأكدوا من هذا لا تسمعوا لأنفسكم أن تسمعوا الكذابين الرجال الدين من الذين يهرفون بما لا يعرفون وباسم العلم أحياناً يقول لك نظرية انتهت نظرية سقطة هذا كلام فارغ هذا كلام يضحك عليه في الأوساط العلمية نعم هناك بعض العلماء النابهين المحترمين أيها الإخوة في شؤون علمية مختلفة يعارضون التطور وألفوا كتباً لكن كم تبلغ نسبتهم هذا شيء مهمها على ذكرة كم هي نسبتهم كم نسبة الذين يؤيدون التصميم الذكي بالقياس إلى مؤيدي التطور تقريباً لا نسبة انتبهوا لا نسبة تحصي لعشد علاء علماء عشرين ثلاثين خمسين بعزاء مثلاً مئتي ألف ثلاثمئة ألف عالم شيء مخيف فالقضية مخيفة ولذلك أيها الإخوة لماذا قدمت بهذه المقدمة حتى نأخذ الأمر ونحمله على محمل الجد لا يصلح أن تأتي إلى كتب هارون يحيا كما يفعل كل علمائنا للأسف حتى المتخصصون منهم في العلم تأتي إلى كتب هارون يحيا وتقول لي التطور النظرية باطلة وساقطة والحجة كذا كذا هذا كلام غير علمي وخير دقيق بالمرة وفيه تدليس وفيه كذب في العلم نفسه سوف تقفون على الحقائق والبينات بدقة في إبانه إن شاء الله شيئاً فشيئاً ونقالوا نشوف الأكاذيب مع الحقائق نحن نريد أيها الإخوة أن نستجلي وجه الحقيقة نريد أن نفهم تماماً لا نريد أن نخذع أنفسنا عن الحقيقة لا نريد أن نستر وجه الحقيقة هذا ممكن يرضينا يشكل لنا عزاء داخلياً بين بعضنا البعض كموحدين كمسلمين كيهود كنصارى لكن في أي نقاش علمي محترم هذا سيخزينا تبهى سيخزيك حين تأتي تناقش علماً متخصصاً يعرف تماماً ما وصلت لهذه النظرية بينات مؤيدات هذه النظرية والتأتي بمنطق خارون يحيو أمثاله أنت ستخزى سيثبت أنك جاهل مركب لا تعرف شيئاً وتظن أنك تسدد ضربات قاسمة للنظرية لذلك خذوا الأمر بجد أول هذا الجد أن تفهموا النظرية كما هي نريد أن نفهمها بعمق أيها الأخوة كما يفهمها المؤمنون بها كما هي كما هي في الواقع نريد أن نفهمها كما هي وبعد ذلك على موعدتكم نعود مرة أخرى لنرى ما هي الضربات ما هي النقود التي تسدد إلى هذه النظرية ونزن ونرى في الأخير الأرجحية لمن للنظرية أم للنظرية الضد أو النظريات الضد إن كان ثمت نظرية